وفقت وزارة الزراعة على تمويل جديد بقيمة 37 مليون ونصف مليون جنيه لمشروع البتلو يستفيد منها 193 من صغار المرابين والمزارعين وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي لشراء وتغذية أكثر من 1900 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو لتسمينها ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن نحو مليار وستمائة وثمانية وثمانين مليون جنيه لنحو عشرة ألاف مستفيد ولتمويل مائة وثمانية عشر ألف ومائة وخمسة وعشرين رأس ماشية